اه هو عايز بداية جديدة كمان. يعني انا شايفه هو شايف شكل العلاقة. اه حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي. يعني حاسس بتعب. حاسس ان هو مقيد. اه فيه امور كتير غمضة بمثباله ومش باتحاله. فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس انه عنده حمل كبير قوي فيها. وخايف يتهور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة. اه على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة. عايز ينطلق. عايز حرية. يعني عايز يتحرر. مش اه هو حاسس ان هو مقيد. وهنا في الزفول هو عاوز يتحرر من من التقايض ده. وعاوز بداية جديدة. النصيحة ليك بالنسبالك للمتزوجين من برج الميزان. اه انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها. لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني اه يعني هنا الطارب ينصحك. انك لازم تفكر. وان تفكيرك يكون انت واصرتك. وان اه ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة. الا كمان لو يكون بينصحك العلاقة الثلاثية اه ممكن تكون هي سبب اه يعني سبب اه الخسارة في العلاقة دي او اه او فشل العلاقة دي او او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما. العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية. اه مطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت اه تستشير حد يكون اه بتفك فيه. اه عشان تقدر توصل اه يعني الحل يوصل للعلاقة اللي الكاغفة ده. يعني لو انت عايز العلاقة التمر وانت عايز اه تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تكون مبسوط او سعيد في العلاقة. اه حاول تفكر بشكل سليم. حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف التاني. اه كمان حاول تسأل حد تستشير حد. اه ولو في لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها سماما او تنهي العلاقة الثلاثية سماما. علشان انت كده اه حيرة. يعني حيرة انا شايفة قرار اللي قدني فيها حيرة كتير. اه بالجات ان انت كمان في عندك يعني في عندك علاقة سواء اللي انت موجود فيها دي اه او اللي انت رحلة انت بتحس ان انت في علاقة قدرية. يعني انت بتحس انك في حاجة اه هي ده نصيبك. بس انت مش عايز كده. او الطرف التاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك. كتير محتار. بتفكر. اه في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي. حاجة انت بتفكر فيها كتير. في نفس الوقت انت خايف من خسارة. مش خسارة مادية بالمعنى. لكن بيت وقسرة وحياة. فانت باسس لحاجات كتير انت عملتها في العلاقة. اه خايف تخسرها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت الصراقة العاطسية بالنسبة للمتزوجين. ودي كانت النصيحة بتاعتكم. اتمنى لكم التوفيق والسعادة. والوصول لقرارات سلمة بازن الله. ما تنسوش اللايك والشير والسببكرايب. عندي مفاجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمنفصلين والغير والمطلقين من آآ برج الميزان. المطلقين والمنفصلين من برج الميزان. آآ الكراءة هتكون عبارة عن ماضي خاضر مستقبل. آآ تفكير الطرف التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي بتفكيره عشان لو عايز رجوع او كده. والنصيحة بتاعتك. الطاقة الاولة الموجودة بتاعتك الزتاور. آآ البرج. آآ فدي يعني طاقة الانفصال فعلا او آآ او دي هدم علاقة. رغم ان انا شايفة قدامي آآ في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة. آآ اللي ورا كده ان بعضكم آآ يعني بالفعل بعد الهدم ده آآ اتدى يعني يبسل قدام يركز في نفسه او في حياته او في المستقبله. ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة آآ جديدة. انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او اتدى في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكم آآ يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان. او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية آآ شايفة القراءة ممكن تكون عكسية عشان تكونوا عارفين. آآ كان في علاقة ثلاثية شايفة طرف آآ آآ ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة آآ شايفة علاقة حب. ممكن يكون آآ بعضكم نسافر في سفر لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة في نسبة رجوع يعني في رجوع ممكن يحصل آآ العلاقة من الماضي آآ شايفك آآ يعني بتبق على العلاقة كتير آآ كنت مسلا عايز تحافظ عليها عايز آآ برضو العلاقة زيز دوجية زيء او قبل الانفصل كان فيها غموض كان فيها كلام حاج حصل كتير آآ كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش آآ مش عارف تعمل اي حاجة في آآ في حياتك في وضعك في ظروفك آآ حزين دايما حاسس بخسارة يعني انا شايفك كنت في وضع سيء جدا في لغبطة كتير آآ نوعا ما آآ ممكن اقول ان انت كليك دور في يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه ايه ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شيتيك آآ يعني مش آآ مفيش حماس يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده في غموض ممكن ده اللي كان كتير بيوترك او بيوتر الطرف التاني سبب ان في حاجات هو مش عارفها آآ بنسبة للحاضر آآ انا شايفة بعضكم فعلا فيه في علاقة حب آآ بعضكم اها يعني خرج من الماضي تماما الماضي بالنسبة له آآ حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار وآآ حاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب آآ انت حاسس يعني يعني بالذات لو انت واحدة ستة يعني في برج الميزان آآ انا شايفكي آآ وكأنك شايفة نفسك في احسن حالاتك يعني شايفة نفسك آآ حالتك كويسة آآ وضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر آآ يعني احسن كتير من الوضع في الماضي ده بالنسبة للوضع الحاضر آآ لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا آآ يعني من علاقات آآ يعني من حد يضحك علينا علاقات آآ من غير زواج آآ يعني علاقات آآ يعني يكون في آآ آآ هوى ونفس واسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية تواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا في كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح آآ عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احضر آآ من بعض الخبساء في الفترة اللي انت فيها دي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان آآ المستقبل بازن الله انا شايفة يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق آآ بتقفل على نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمت في حب حد كلمت في ارتباط انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك آآ آآ عايز تعيش كده يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون آآ مقيد خالص لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده تقيد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي ساتت انت اتعقدت منه شايفك هنا بالدفع عن نفسك هنا انت واقس حذر عايز تكون آآ منطلق اكتر في حياتك او تحب بحرية اكتر او تختار آآ زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد آآ يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تفكيرك في المستقبل واللي انا شايفاة كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تضيقك ممكن تأثر عليك او على تفكيرك آآ يعني كثير تفكيرك في تحرر آآ في آآ في تغيير في تغيير جزري مش تغيير بس في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله الطرف التاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا انا شايفة الطرف التاني يا برج الميزان عنده حب ليك فيه حب في حب وحب كبير جزا آآ حاسس ان هو مخدوع يعني حاسس ان انت خدعته وحاسس ان انت سيته من غير سبب آآ كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا يعني هو حاسس ان هو يعني اطعم كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك آآ لسه نستني منك التواصل او نستني ان انت آآ تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع في حبك ده ده من ناحية الطرف التاني آآ بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. النصيحة بتاعتك يا برج الميزان آآ يعني تذكيرك صح آآ يعني نصيحتك انك انت اولا آآ ما تتصرعش في علاقات. دي اول حاجة. اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات. ممكن دي زي اللي شوفنيها. ممكن تكون انت في الوقت الحاضر آآ انت كويس مرتاح وضعك مستقر آآ كتير منكو بالنسبة لي الماضي ميت آآ حاجات كده يعني عندك سعادة في انتظارك آآ بس. ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او فيه علاقة حب. هي ممكن تكون مستطقة. لبعض منكو اكيد مش بيكو كلكو آآ هي مستطقة او فيها نوع من انواع الخبط او آآ او فيها اغراض معينة مش آآ آآ مش بريئة يعني. فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط. آآ لازم تفكر كويس آآ قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس آآ تستحق آآ يعني آآ انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تستحق كده آآ عندك كمان امنية آآ انك تسعى علشان تحققها. او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها. في امنية كبيرة عندك عايز تحققها. وآآ بيقولك ايسا عليها? الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله. ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. لكن انا ما شفتش عشان اللي هيسألني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني. ما فيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه هو في ارتباط فعلا حاليا او بيعيش قصة حب او علاقة حب آآ آآ بعضوكم يخلي بينه وبعضوكم فيه علاقة فيها سعادة وفيها استقرار. وبعضوكم فيه رجوع من الماضي. الطاقات اللي موجودة معي في القراءة قبل ما انسى آآ الطاقة النارية معيكو كتير. الهوائية زيكم والطاقة المائية. آآ طاقة ترابية بسيط. الابراج اللي موجودة. موجود معك برج الاسد. الجادي. آآ الدلو الحوت. الميزان. السرطان. آآ العقرب. يعني هي زيو العزراء. آآ دي الابراج اللي موجودة معيك او لاناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل الطاقات آآ موجودة معيك في القراءة. آآ حظ سعيد وموفق للجميع ان شاء الله. ونروح للعزبين والغير المرتبطين من برج الميزان. في النسبة للعزبين والغير مرتبطين. آآ طاقة في الشهر ده برج الميزان. انا شايفك آآ يعني آآ بتحتفل مقصود آآ في حاجة جديدة عملتها. او ممكن يكون بعضوك داخل في علاقة جديدة او في حالة خب. آآ لكن شايفة اللي بعد كده تباعد. آآ وعلاقة ثلاثية. مش عارفة ليه برج الميزان طاقتكم نهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية. كلكم متزاوجين والمطلقين والعزبين. الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة في علاقة ثلاثية ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد آآ في علاقة هو عنده طرف تاني آآ بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مبسوط بها جدا سعيد آآ حاسس بنفسك حاسس آآ يعني يعني اسعت حاجة في الدنيا يعني كنت واحد وجل الزسان آآ كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او في طرف ثالث آآ كل الحاجات الاولى دي آآ اتقلبت آآ شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروة الحب موجودة يعني كان فيها حب وحب كبير كمان وآآ كان فيها توازن وفيها تناغم انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها حاسس كمان ان دي آآ تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة صويسة ويصالحة وتنفع الزواج وحب والتكرار واصفال وكل حاجة لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف ثالث عند البعض آآ الحاضر بتاعك آآ انا شايفك آآ حاليا انت صادر على حاجة في حاجة نستنيها او حاجة نستني النتيجة بتاعتها انت في حاجة صادر عليها آآ كمان في عندك كتير آآ تفكير في ناحية مادية تفكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او آآ جدا. التقاط اللي موجودة معك الكراءة انا شايفها المائية الهوائية والنارية والترابية. كل التقاط موجودة. والابراج معك الاسد العزراء. الميزان ممكن بعضكم بيحب حد من نفس البرج. آآ الجوزاء. آآ قلنا الاسد موجود. آآ. ترجمة نانسي قنقر